السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة النهاردة عن افضل خمس مكملات غذائية من الصيدلية بالدعم صحة النظر وبتساعد على الوقاية من التدهور في وظيف النظر وانسجة العين زي الشبكية وخاصة مع التقدم في العمر ووجود بعض الامراض زي سكر الدم المرتفع والضغط الدم الحلقة تاعة النهاردة مبنية على بحث نشاريته مستشفى مايو كلينك في امريكا اثبتت ان نقص بعض العناصر الغذائية بيؤدي الى التدهور في صحة النظر والاصابة به بعض الامراض زي تلف الشبكية او الاصابة به اعتام عدسة العين والمية البيضة ويجفاف العين النهاردة اتعرف مع بعض على افضل خمس مكملات غذائية من الصيدلية بيحموا العين وبيقللوا التدهور اللي بيحصل فيه الوظيفة تاعتها مع التقدم تي رقم واحد هو مكمل غذائي الأوميجا ثري او زيت السمك الأوميجا ثري مكون طبيعي موجود من الحاجات اللي هي بتساعد على بناء شبكية العين بشكل صحي الأوميجا ثري لها تأثيرات برضو مضادة للاكسادة ومضادة للتهبات موجودة بشكل طبيعي فيه الاسماك زي سمك السلمون او التونة او السردين وموجودة برضو فيه المكسرات زي الجوز واللوز وعين الجمل ممكن نحصل على الأوميجا ثري فيه شكل مكمل غذائي من الصيدلية زي كابسولات الليمتلس أوميجا ثري او كابسولات الناو ألترا أوميجا المكون الغذائي التاني او الفيتامين التاني هو اللوتين عنصر اللوتين من مضادات الأكسادة القوية جدا الموجودة بشكل طبيعي فيه السبانخ ويه الخاص ويه البقدونس وموجودة برضو فيه صفار البيض لتأثير مضادة الأكسادة قوي جدا بيساعد على الحماية من الماكلور دي جنريشن أو تلف أنسجة العين مع تقدم فيه العمر وفي نفس الوقت بيحمي العين من التأثير أشعة الشمس الضارة على الأنسجة بتاعتها اللونتين او عنصر اللوتين موجود بتركيز ألف ميلي جرام في كابسولات السنترام او حبوب السنترام سيلفر من الصيدلات هو الفيتامينات المضادة للأكسادة زي فيتامين A والC والE الفيتامين A والC والE من العناصر المضادة للأكسادة اللي ليها دور كبير جدا في حماية أنسجة العين من الأكسديتة في سترس اللي بيحصل نتيجة ليه تقدم فيه العمر والإصابة بيه لأمراض المزمنة زي سكر الدم وضغط الدم الرقم 4 هو عنصر الزنك والزنك من الحاجات المهمة جدا ليه كتير من الوظائف الحيوية داخل الجسم ليه تأثير مضاد للتهابات قوي جدا تأثير مضاد للأكسادة بيساعد الجسم على توليد طاقة بشكل طبيعي مهم جدا أنه ناخده فيه تركيزات معقولة بين العشرة ليه 15 ميلي جرام كل يوم لأن التركيزات العالية منه ممكن تأثر على بعض العناصر أو متصاص بعض العناصر التانية زي الحديد والكبر أو النحاس العناصر الرقم 5 هو رويل جيلي أو خلاصة غزاء ملكات النحل خلاصة غزاء ملكات النحل دي دور كبير جدا فيه ترطيب الأنسجة بتاعت الجسم وخاصة أنسجة العين وبالتالي الحماية والوقاية من الإصابة بيه جفاف العين وخاصة مع الناس اللي هم عندهم حساسية في العين ملخص الحلق النهاردة ممكن نحصل على 3 مكملات غزائية من الصيدلية بيساعدوا على تدعيم صحة النظر والوقاية من تظاهر وظائف العين والإصابة بيه الجلوكومة ويه جفاف العين وتلف الشباكية بتاعت العين هم عنصر السنترام سيلفر اللي بيحتوي على فيتامين الـ A والـ C والـ E وبيحتوي على عنصر اللوتين تركيز 1000 ميلي جرام ومع كابسولات الأوميجا 3 ومعهم رقم 3 خلاصة غزاء ملكات النحل